الله يرحمه يا حسين إليه ويجعل مساوية الجنة يا عرب دلال عبدالعزيز فهل الكذب في الرؤية يعني؟ أنا هقول حاجة دلوقتي غريبة شوي الكذب في الرؤية إن أنا أقلف أقلف أنا أعتابع على على المؤلف للمسلسل آخر مسلسل عملته الفنانة دلال عبدالعزيز ألف رؤية وأنا متأكدة وتحدي إن الرؤية دي فعلا سماعها من حد وأنا بتحدي لأن الرؤية اتقالت زي ما أقولها لك حضرتك كده على ما أتذكر عشان بس ما نساش الكلام هي شافت في المسلسل إن هي كانت على ريش نعام وبعدين ابنها والزوجها الثلاثة شالوها أولادها الاثنين وزوجها المتوفي شالوها وكانت مرتاحة قوي 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 ده الكفن ده رمز للكفن اللي هو النعش اللي جاي من اللي أنت عيش يا شايفاء ريش نعام وشافت الأب جاي بيتمثل شكله في الإبن اللي هو الصغير وبعد كده الإبن اللي هو كان ختام وشه عليها قبل ما تتوفى في المسلسل طب لما أنا أفبرك ما نام بالشكل ده هو فعلا معناه موت طب أنا عندي فيه أفلام تانية مسلسلات تانية بيبقى فيها أحلام وقت يقول لك إيه ده أنا أحلمت يعني أن أنا بس مش عارف إيه حد مش عارف مين أبوك جاي أخذني وأبوه متوفي أو جدك جاي أخذني في الفيلم أول المسلسل وبيبتسم لي بس ده مش تفسيره موت ده مش تفسيره موت لا 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 خالص ده 5% من الناس تقول لك الميت لما يقول لك تعالي أو ياخد منك حاجة لا لما ياخد حاجة تانية أما ياخد فيها حاجات تانية خاصة لكن هي مثلا إيه تجي تقول لك في المسلسلات أنا مش فاكرة حاجة زي كده صمعتها في أحد الأفلام ده بتسامني وجخدني وقلت له يعني أنا همشي معك وبتسامني وبعدين طبعا التفسير مش مدوش علاقة بالموت نهائي ده بالعكس ده اللي بتسامني من المتوفي بشارة خير حتى لو كان على فراش الموت طيب هنا الرؤية بتاعت رحمة الله عليها دلال عبدالعزيز اللي تشافت في المسلسل اللي رؤية كاذبة يعني دي رؤية هي محلمتهاش معلفها المعلف سيدنا يوسف لما جالس جنائي مصر فيه واحد فيهم قال له لما فسر له الرؤية وقال له انت ستصلب وتأكل الطير من رأسك فلما قال له كده ان انت هتموت قال له لأ أنا ما حلمتش بكده أنا كاذب قال له قضية الأمر قضية الأمر يعني خلاص التفسير وقع يعني انت هتموت خلاص فكانت الرؤية معناها موت هل اتحددت مثلا ان هو صادق او كاذب اللي شاف الرؤية دي لا هو قضية الأمر انت قلت رؤية فيها موت هتموت خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في يعني يقال انها يعني مثلا في حاجات حديث بتتقال يقولك قوية حديث ضعيفة في حاجة كده كان بيدعي لحد من المرضى فقال له ستشفى الله يشفيك يعني وستشفى فقال له لأ ده أنا الحمى هتموتني قال له لك ذلك يعني انت تمنيت الشر خلاص يعني فاحنا دلوقتي الكذب في الرؤى حتى لو عن طريق فيلم ومسلسل لا ماينفعش حرام وبعدين احنا دخلنا في الزنب زنب ده ده زنب كبير جدا 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 والرسول صلى الله عليه وسلم كان قال حديث عنه يعني ان احنا مثلا لما الواحد يحلم حلم انا مش فاكر على الحديث قوي فقاله يعني ايه انك انت تعقد بين شعرتين في الاخرى فحاجة زي كده ماينفعش ان انا اقلف منام او حتى ام تيجي تقولك هقلف رؤية علشان ابني صل ما ربنا قادر يهديه ويبعث له هو رؤية قادر يهديه لكن انا اقلف لانها دي تعدي حدود الله مين اللي بيرزقنا بالرؤى ربنا سبحانه وتعالى انت كانت تعديتي وكذبتي على الله او كذبت الله فهنا مؤلف المسلسل ده عتابي عليه واكيد ما يعرفش بس دي حاجة بقى للعامة جميعا اي حد يدخل في مشهد تمثيلي كده ابعدوا عن النقطة دي ابعدوا منه وانا بقول لحضرتك انا بتحدي انه هو قال في المسلسل الفيلم اللي تفبرك الحلم ده كله ده اكيد رؤية وحصلت رؤية وحصلت وهو قالها لان كل رمزها معنا ورث يعني اسمعها من حد أو حد اه وقالها بس طبعا انا معرفوش عشان محدش يقولش تعرفيه وكده بس انا متأكدة متأكدة جدا 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 لان رمزها كلها محدش هيفبرك منام بالشكل ده طبعا وشوفي حضرتك لو تشوفي في المشهد في المسلسل اخر حد شافته اللي هي قالت له لابنها اللي هو كان مش فاكرة اسمه في المسلسل ابنها اسمه سرية تقريبا سرية كده اه فقالت له شوفت والدك اه وبعدين شكل بأخوه وشكل يعني احنا ما نجذبش في الرؤى اه حتى لو عايزين نبشر اللي قدامنا ولا او نطمنه اه ولا طمنه ولا حتى يعني نقول خير ان شاء الله هيحصل خير بإذن الله اه حتى في التمثيل حتى في التمثيل ماينفعش حتى ان انا اقول لابني او اختي او حتى مثلا شوفتلك ما نعم ان انت هيحصل معك كذا كذا مثلا انت لقيت في النار او انت مش عايز حتى لو احنا بنمثل او ولا التمثيل ما دي تمثيلية حصلت بعدها ايه اللي حصل دخلت فعلا هيكت في سجن خرجت من السجن حصلت دخلت مستشفى اتقفل عليها ماهو زي السجن ممنعه زيارات اتقفل عليها فعلا في الواقع والرؤية فعلا للأسف الشديد الله يرحمها في مكان أحسن طبعا يا رب اللهم امين فهي دي نخدها عبرة نخدها عبرة لنا ان احنا الافلام المسلسلات في الواقع ان احنا ما نقلفش رؤية لانك تعديت حدود الله حتى لو بالتمثيل حتى لو هي ملهج زنب يعني هي ملهج زنب هي نفزة اللي مكتوب بس انا مش بلق عليه زنب ومتعرفش اكيد لا طبعا اكيد لان دلال الله الحمه ويحسن ان لها كانت دائما بتقرى القرآن كانت جميلة او تعمل خير واللي انا عارفاك اما انها اساسا ما كانتش عايزة تدخل المسلسل ده وكانت طلبت تخلصه بسرعة عشان كانت يعني عندها قلق موضوع الكورونا فلو كانت تعرف ان رؤية زي دي كانت اكيد لغة المشهد تماما او لغة المسلسل بس هو عمرها انا مبكتل لا طبعا ده اعمار بس انا بتكلم على نقطة يا جماعة ربك بسبب الأزبات